الوالد حينما دخل الجامعة كنت تقريباً أنا معه في 83-84 كان عمري 3 سنوات وكان كل الجيل الذي مع والدي كان شيء مستغرب بأنه طالب في السنوية العامة أو في الجامعة لأنه في السنوية الأزهرية أو الجامعة أنه متزوج معه طفل وأصبحت أنا في ذلك الوقت زي ما قلوها ابناً للجميع فالكل كان مبسوط بي ولهذا الأمر وجدت العلاقة وأن عمري 4 سنوات أو 5 سنوات العلاقة بدأت مبكرة ليس مع الأطفال في الحارة بل مع الرجال والشباب الذين هم عمر والدي وهذه كانت من أهم محطة حياتي مع والدي الذي كان يتنقل بين الجامعة بين النادي بين الملعب بين المسجد بين القدس بين الضفة بين كفر قاسم بين كفر كنة لأنه في فترة الجامعة الوالد زهر عام من موقعه في الكتلة الإسلامية في مجلس طلاب الجامعة الإسلامية خطيباً مفوهاً ثم رئيس المجلس عام 85-86 فأصبح هو أيضاً له خلنا نقول صوالات وجولات مع بروز يعني الحركة الإسلامية في 85-86 بالعمل الكتة الإسلامية والشبابي والطلابي وأيضاً هو كان كما قلت لك فأنا كنت أتنقل في كل مراحل حياة الوالد قبل عام حتى 87 ودخول الانتفاضة المباركة